أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان اليوم أنا راح أتكلم بكل محبة وبكل احترام أجاوب على السؤال اللي العديد من إخوتي وأحباء المسلمين اللي دايما بيبعثوا لي اياه وطبعا السؤال يعني دايما بيقولوا أنه الإسلام هو الدين الله فالسؤال هل حقا أنه الدين عند الله هو الإسلام وطبعا بيأخذوا هذا القرار على أساس انتشار الإسلام في كل أنحاء العالم طبعا في دولنا العربية في آسيا وأوروبا وبالطبع طبعا في شمال أمريكا في أمريكا وكندا الولايات المتحدة وكندا وعلى أساس هذا الانتشار دايما يقولوا بإعجاب وبإفتخار أنه الناس تأتي إلى دين الإسلام أفواجا أفواجا وطبعا المسلم يعني بيعتمد على الآية التي تقول ومن ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين فالسؤال ما هو الدليل على ذلك؟ دايما المسلم يتحدث عن انتشار الدين وانتشار الإسلام في كل العالم لكن السؤال رغم هذا الانتشار ماذا يقدم الإسلام للعالم أو الحضرات؟ هل ستقول لي الشريعة؟ الدين الإسلامي أي الشريعة؟ أوليس أفضل أن العالم طالما بتتكلم عن الشريعة أن يعتنق العالم اليهودية؟ فاليهودية إذا تكلمنا عن الشريعة فهي الأساس وصايا الله العشر والوصايا التشريعية والأوامر والنواهي والقوانين الكثيرة اللي الله تكلم عنها في العهد القديم وحتما يعني احنا عم نقرأ ومنقارن سواء التوراة أو القرآن حتما أن الشريعة تتفوق في العهد القديم عن القرآن فتقول لي الشريعة فأليس من الأحرى أن العالم يتبع الشريعة اليهودية؟ وإذا بدك تتكلم عن الشريعة لأنه فعلا بالشريعة في العهد القديم نشوف فيها الكمال كما يقول الكتاب نموس الرب كامل فالسؤال إذا نتكلم عن الشريعة أي الجديد في الشريعة أتى بها الإسلام؟ قال يسوع إن لم يزد بركم على الكتبة والفرسيين لا تقدروا أن تدخلوا ملكوت السموات يعني الفرسيين اللي هي جماعة الدين اللي حافظين الكتاب من الجلدة للجلدة واللي بمارسوا القوانين والشرائع أكتر من الشريعة لدرجة أن الرب يسوع قال لهؤلاء المتدينين أبطلتم وصايا الله بتقليدكم عشان يحافظ على الشريعة سنقوانين كتير مثلا عشان يحافظ على السبت وشرائع كثيرة فالمسيح بقول برضو بصعبها أكتر إن لم يزد بركم على الكتبة والفرسيين لا تقدروا أن تدخلوا ملكوت السموات من هذا نفهم من الذي يستطيع أن يدخل ملكوت السموات من يستطيع أن يحصل على السماء في طريقين إما طريق الكمال إنك تمارس وتحافظ الشريعة مية في المية بحاذة فيرها وطبعا هذا شيء مستحيل لأن الكتاب حكم ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد إذ الجميع أخطأه فحكم الله على الجميع أو الطريق اللي الله دبره طريق الفداء من خلال شخص الرب يسوع المسيح اللي تمم الشريعة وهو الشخص الكامل لا عيب فيه فإذن إذا نتكلم على الشريعة نقول من الأحرى أو الأولى إن العالم يعتنق الديانة اليهودية والسؤال يعني هل فعلا دين الإسلام يغير القلب من الداخل ويحصل على الحياة الأبدية؟ جاوبني أنا أتبع يسوع لأنه يغير القلب من الداخل ويغير ويعطينا حياة جديدة لأن الشريعة عجزت عن تخلص الإنسان شوف الشريعة نموس الرب كويس لكن الحد الأكتر اللي وصلت له الشريعة الشريعة بتوريني أنه أنا إنسان خاطئ لأنه عم بكسر قوانين الله وعم بتعدى على الله فالخطية هي التعدى والشريعة بتقولي أنه في مخلص وما في أحد بيقدر يخلص إلا يسوع الكامل اللي تمم الشريعة والاستطاع أن يرضي الله في نفس الوقت فإذن أنا أتبع يسوع المسيح لأنه هو الوحيد الكامل بلا خطية ولأنه أحباء يسوع المسيح هو الوحيد الذي يغير القلب والكيان ولأنه دين الإسلام أو الشريعة لا يستطيع أن يغير الإنسان من الداخل فإذن من أتبع الذي له القدرة أن يغير أم مجرد شرائع وصايا اللي هي في العهد القديم تتفوق على أي شريعة أخرى فأنا أتبع يسوع المسيح لأنه كمان هو متميز فريد من نوعه بصراحة من الذي قال أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا به شوف حياة يسوع المسيح أخلاقيات يسوع المسيح معاملات يسوع المسيح شوف أنه ولد من عذراء عاش حياة خالية من الخطية تمم مئات النبوات أي نبوة أي دين أجا فيها وحكينا بهذه الموضوعات كثيرة فالمسيح متميز فريد بعدين السؤال الآخر وهل الشريعة أو الإسلام يقدم ضمان للحياة الأبدية؟ أنا أتبع يسوع لأنه يعطيني اليقين والضمان للحياة الأبدية ثم أحباه أنا أتبع يسوع لأنه يسوع المسيح هو المثل الأعلى للصلاح والمحبة والغفران والقيم الأخلاقية فهو كامل ومثال للكمال فأستطيع أن أتمثل به وأن أتبعه بكل افتخر ولكن كل الأنبياء سامحنا على الموضوع أخطأه وكل الأنبياء يعني صعب أنك توصف أو تقارنهم بيسوع المسيح وكما أستخدم التعبير أصلا عيب أن نقارن أي نبي في شخصية وجمال وكمال ومثال الرب يسوع المسيح فإذن يسوع المسيح قدم للإنسانية أروع التعليم كما قلت هو مثال للكلام أنا أتبع يسوع المسيح لأنه التعليم واضح لا يتغير ولا يتأقلم حسب الوعد فالخطيه خطيه بسميها الكتاب المقدس وقداسة الله رهيبة وعدالة الله لا تتغير وفكر الله لا يتغير فالأغرب بكل هذا الموضوع اللي الجماعة اللي بكتبوله ولسيما اللي ساكنين في الغرب يعني عناس عم تكتب لي ساكن في أمريكا وفي كندا وبيفتخروا أن الإسلام هو الحل هو الدين أوليس عجبا أحبائي وطبعا في الآولة الأخيرة صار في انتخابات في كندا وفي أمريكا وطبعا انتخابات في أوروبا إلى آخره الأغرب في الموضوع وسمحوني أنه أقول هذا لكنني أقوله بكل صراحة ليه الإسلام يتضامن مع الأحزاب اللي بتفيد مصلحته بدل ما أنه يرفض هذه الأحزاب لأنه أصلا هذه الأحزاب تنادي في التعليم اللي هي ضد الإسلام فإذن معضل أنا مش قادر أفهمها أنه هاي الأحزاب يعني اللي هي تعتبر يعني فعلا كلها قوانين ضد الله وبتعلم شرائع ضد الله منها الإجهاد والمثلية والترانسجندر يعني موضوع كبير كبير مش عاوز أفوت تأفي ولكن ليه أنه بيتضامنوا مع هذا الحزب مثلا وعارف أنه التعليم هذا الحزب وقوانين هذا الحزب وأخلاقيات ومبادئ هذا الحزب لا تتطفق مع الشريعة الإسلامية طبعا الجواب يقول لي طاقية ولو طاقية وهل وصل الحد أنه نتطاول على قداسة الله وأن تصف الله بالمخادع والمكار في سبيل انتشار دينك مثلا في الغرب حتى طبعا تتمكن وتصبح قوي وهي العزر لما بتقوى بتغير الأواضع الرهن أو ليس بالأحرى أن تقف من أجل الشريعة اللي أنت بتآمن فيها صراحة جاوبني معضلي أنك أنت بتوقف مع أحزاب اللي هي ضد شريعتك ولكن تتطفق معها لأنه بتفيد مصلحتك وانت عارف السياسة في الغرب مستعد يبيع ضميره يبيع كل إشي في سبيل أنه يربح الكرسي وانت فهمت هذا الموضوع ليه ما أنت بتكون واضح تعليم المسيحه بتغيرش في نفس البلدان العربية في البلدان الإسلامية في آسيا في أوروبا في أمريكا في جنوب نفس التعليم فالمسيحي يقف على مبدأ واضح أنه ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس ومش ممكن أخادع الناس على سبيل أقول بدي أنشر مثلا المسيحي ولا مرة المسيحي انتشرت بهذا الموضوع بعدين بالحقيقة عشان ينشروا تعليم المسيح الغفران والمحبة والمصابحة أغلب المسيحيين أو أغلب خدام الرب استشهدوا من أجل يسوع المسيح أتكلم تاريخيا ولكن بالمقارنة لما بتشوف انتشار الإسلام فيه عنف فيه يعني من حضارة إلى حضارة سواء ابتدأت بالخلفاء ثم العصر الأموي بكل الفرق ثم العصر العباسي الطويل إلى مجيء العثمانيين وبتلاحظ أغلب القيادات قيادات سياسية يعني صار موضوع سياسي مغلف بالدين فالسؤال يعني أغلب هذه القيادات لم تستشد انت بتقول استشهدت هي قتلت من أشخاص تانيين وكله في اسم وسبيل الدين فلازم الإنسان يكون صادق مع نفسه طبعا بتقول لي انت محنا عايشين في الشرق وشايفين وعم نقرأ وعم نطلع ومنعرف مش إنه يعني إحنا جماعة من الأغبية أنا مثلا أرفض أن أؤيد حزب اللي هو ضد الأخلاقيات وضد المبادئ وضد تعليم أنا أؤمن أنه لا أنه نفس الإنساني حتى في بطن الأم أنه له قيمة أو لها قيمة عجيبة جدا هاي نفس أنا أؤمن في قانون الله في الزواج عدم زواج القاصرات عدم تعدد الزوجات عدم يعني التساهل في الأمور الزوجية إلى آخره وهذا طبعا موضوع آخر فإذن لماذا تمارس هذا الشيء وتقول إن الإسلام بينتشر وهل الله ضعيف إلى هذه الحد إنه بتكذبه وهل الله بتلوى دراعه بتحطه في بضاعة اللي تناسبك أنت هو الله ألا يرى ألا يحاسب مش راح توقف أمامه يوم للأيام راح تقوله إيش أنا خدعت في سبيل الدين كمان فإذن انتبه لهذه الأمور بعدين تعرف أنا من يومين أعلن طالبان وقالها بكل صراحة في أفغانستان أننا سنمارس البطر يعني قطع الأيادة والقتل حسب الشريعة الإسلامية ولا نسمح لأي دولة أن تتدخل في قوانينها طبعا كانوا بيقصدوا عن الأميركان بالحقيقة أنا بحترم صراحتهم مع أنه بالطبع أرفض كل الرفض هذه العقلية الوحشية فإذن هل هو بالعدد أليس من الجدير أنه الأغلبية اليوم مثلا الصين والهند اللي هم تقريبا تلت هذا العالم هل فنقول ديانة الصين والهند هي الديانة المنتصرة أحباء المسيح بيتكلم عن خلاص النفس مش العدد والرب يسوع وضح هذا الشيء الكتاب وضح الذي يؤمن بالابن أي يسوع المسيح كلمة الله له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله فالكتاب واضح أو كما قال يسوع المسيح الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة في ضمان في تأكيد في حياة لأن المسيح أحبائي ما قالش افعل هيك وعمل هيك وساوي هيك وروح على القدس أو على الحاج وصلي وصوم وزكي وكل كل الأشياء لا الذي يؤمن بالابن نحن نتبع شخص فالمسيحية هي حياة والمسيحية هي تتفوق على شيء اسمه دين لأن المسيح هو يعني المسيحية هو شخص المسيح الساكن في القلب والكيان مش الإسمية ولا التقسية ولا التقليدية ولا التاريخية ولا حتى أي طايفة مع كل احترام لكل الكنيسة المسيحية الحقيقة أنه أي شخص بيختبر يسوع وتتغير حياته في ضمان للحياء الأبدية والرب بيكتب الاسم في سفر الحياة تعرف حباء الشيء العجيب أنه المسيح تنبأ عن طبعا عن الأمور التي ستحدث في آخر الأيام قال أنه سيكون فيه ارتداد كبير وأنه محبة الكثيرين سوف تبرد وقال أيضا الذي يصبر إلى المنتهى هو يخلص وهو الذي صعبها قال يعني إن أراد أحد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني هل هذا مسيح بيضور على الأغلبية أو العددية المسيح يريد أن يتعامل مع قلبك وحياتك وهو الذي وعد والوحيد اللي وعد ولم يكذب فسؤال إذا أنت بتأمن أن المسيح هو المتفوق بحسب طبعا أقول مع كل احترام القرآن بيذكر أكتر من تسعين مرة أكتر من تسعين مرة اسم المسيح وبيتكلم عن ألقابه وأسماءه وصفاته إن المسيح هو كلمة الله أي يعني كلمة الله المسيح علام الغيوب المسيح الخالق المسيح القادر المسيح اللي بيفتح عيون الأعمى وبطاهر البرس واللي بيشفي المرضى وتخيل يعني هو الديان وهو طبعا من المقربين وهو غلاما زكي يعني طاهر بلا خطي واوة إلى آخره فحتى لو أنا مشيت على رأيك فلابد أن أؤمن بيسوع المسيح المتفوق الحي لأنه حي لأنه كلنا بمية ومازالوا بيزور القبر لأنه مية مزار لكن المسيح حي ومازال يتفاعل ويتواصل فإذن ليست الأغلبية هو الشيء اللي بيميز أي دين بل بالعكس هو العمل والحق والمحبة الداخلية وإحنا راح نشوف يمكن أمور أصعب وأصعب في الأيام الأخيرة وهذا طبعا بس وعد المسيح أنه معنا إلى انقضاء الدهر فإذن أحبائي هل أنت بتؤمن أو بتتبع مجرد كلمات ولا وعد حقيقي بالحياة الأبدي وبخلاص النفس وأنك تكون في السماء في الحاضر مش إن شاء الله مستقبلا وهذا ما يعجبني في شخصية يسوع المسيح إذن رب باركك شارك هذا الفيديو والرب يكون معك